رح تلعب بلاي ستيشن عادية لقيت صاحب المحل بيقول لي ان عنده مشكلة في الاكسل ولو حلتها له هيديني ساعتين ببلاش والمشكلة اللي عنده ان هو عايز طريقة على الاكسل تحسب له تكلفة الوقت اللي الزباين بتلعبه قد ايه بالضبط بين غير ما يقعد يكتبها بايده في شيط الاكسل هنعمل الجدول ده هنعمل اول عمود لوقت البداية وبعد كده وقت النهاية المدة وبعدين السعر او التكلفة قد ايه وهنا في سعر الساعة بيحط الرقم اللي هو عايزه مثلاً 50 جنيه هنروح على ساعة البدء وتكتب الوقت اللي بيبدأ فيه او فيه اختصار من لوحة المفاتيح انك تكتب الوقت الحالي كنترول وشفت وفصلة منقوطة او كاف وبعدين بتيجي عند وقت الانتهاء لما ينتهي برضو ممكن تكتب نفس الاختصار او تختار الوقت بنفسك وبعدين هنا هاجي في المدة واكتب المعادلة دي ساوي تكست وبعدين هدوس على تاب هنا في القيمة هعلم على وقت الانتهاء الاول وبعدين اطرحه من وقت البداية وبعدين هنا بتكتب اما فصلة او فصلة منقوطة حسب ما بيطلب منك في المعادلة انا هنا طالب مني فصلة منقوطة وبعدين هدوس على مسافة هفتح كوتشن مارك او علامات ترقيم وهكتب اتش اتش نقطتين فوق بعض ام ام اللي هو الساعات والدقايق وبعدين هقفل كوتشن مارك وهقفل القوس ودوس انتر الوقت تطلع للمدة عايز اروح للتكلفة هنا وبعدين ادوس يساوي هقف على المدة دي وبعدين ادوس ضرب او النجمة واضربها في السعر الساعة وبعدين ادوس هنا على F4 عشان اثبت الخلية بتاعت سعر الساعة ما تتغيرش وبعد كده اضربهم F4 وعشرين ودوس انتر احدد الخليتين دول واسحب وانزل لتحت لغاية اخر الجدول عشان نطبقل النتيجة على باقي الخلايا الوقت تكتب اي وقت هنكتب مسلا الساعة اربعة وخلص مسلا الساعة خمسة وخمسة وتلاتين دقيقة طبعا السعر هنا تقدر تغيره في اي وقت ممكن نخليه مثلا عشرين وده هتبقى التكلفة الجديدة حسب سعر الساعة الجديد وبس كده بقى عنده جدول جاهز وانا لعبت ساعتين ببلاش لو عايز تشوف محتوى اكتر من ده تابعني على كل مناسات السوشيال ميديا مو تيك عربي